اكدت سعادة السيدة روان بتنجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب أن سفراء الشباب البحريني سيطلعون بدور بارس في نقل الصورة الإيجابية عن مملكة البحرين وحركتها التنموية وازدهارها في مختلف المجالات قالت وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تحرس من خلال نسختين مبادرة سفراء الشباب البحريني على قبول أكبر عدد ممكن من الشباب البحريني حيث تجاوز عدد المرشحين مئة شاب وذلك بهدف تهيئة شباب المملكة ليكونوا سفراء للشباب البحريني في مختلف المحافل الرسمية والشبابية أضفت سعادة الوزيرة أن الشباب المشاركين في النسخة الأولى من برنامج سفراء الشباب البحريني تمكنوا من تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها البرنامج وذلك من خلال مشاركتهم في المحافل والمنتقية الشبابية وتمكنوا من نقل الصورة المتميزة عن الشباب البحريني أضفت وزيرة شؤون الشباب أن الثقة كبيرة في الشباب المشاركين في النسخة الثانية من مبادرة سفراء الشباب البحريني في السير على خطى إخوانهم وأخواتهم من النسخة الأولى لإبراز هوية وجوهر الشخصية الشبابية البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية بالشكل اللائق أشرت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى أن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا للمشاركين في مبادرة سفراء الشباب البحريني وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وسقن مهاراتهم وقدراتهم ليتمكنوا من تمثيل مملكة البحرين بأفضل صورة في المؤتمرات والفعاليات برنامج سفراء الشباب البحريني يتيح الفرص للشباب البحريني بالمشاركة كسفراء وممثلين عن أقرانهم في المهمات الرسمية خارج البلاد لتحقيق رؤية وزارة شؤون الشباب في خلق شباب ملهم ومتمكن وقائد للتغيير الإجابي في نفسه ومجتمعه والوطن ويمكن هذا البرنامج الشباب من تمثيل المملكة في الاجتماعات الرسمية للتعرف على طبيعة الاجتماعات وكيفية اتخاذ القرار إضافة إلى مد جسور التواصل والتقارب الحضاري والثقافي والإنساني والتنموي والعمل على نقل التجارب والخبرات والمبادرات لتعزيز مكانة الشباب البحريني عالميا وتسليط الضوء على إنجازاتهم في صناعات المستقبل أهداف نبيلة يحملها هذا البرنامج الذي يستمر بتألق في نسخته الثانية منها تنمية مهارات التواصل بين الشباب البحريني وأقرانهم من مختلف دول العالم والعمل على تمثيل المملكة في مختلف الملتقيات والمؤتمرات الشبابية فضلاً على الاستثمار في طاقات الشباب لإبراز الوجه الحضاري للمملكة قوة فاعلة ومؤثرة يمثلها الشباب البحريني في مسيرة التطور والتنمية حيث يتيح هذا البرنامج لهم المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل من خلال الدعم المستمر لإبراز دور الشباب في التنمية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات من خلال تعزيز الإيمان في الحاضر والأمال في المستقبل ترجمة نانسي قنقر